جزء الثاني الآن تنقسم آية 16-80 آية محرجة لنا جداً قبل ما تكون آية بتبشر بالكرم هي آية محرجة لنا لأنه قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي يبقى واضح أن الاستجابة غير الإيمان عشان ما فيش واحد يقول لك بص يقول لك يا عم الشيخ أنا فيه بيني وبالربنا عمار عمار يعني إيه؟ عمار زيه أنت بتعمل الأفعال المبقى ديها أو بخلافه أو بتعمل معصية يعني كل رأسة تيجي تقول لك أنا بيني وبالربنا عمار أنا مش متكلم على الإيمان إذا كنت تقصدين العمار يعني الإيمان بينكم بين الله إحنا ما نتكلمش على دي لأن ربنا في الآية طالب حاجتين اتنين طالب الإيمان والاستجابة والاستجابة قبل الإيمان الله يبرك لكم نحلل القرآن نحلل الكلمة ونتدبر فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي يبقى في حاجة اسمها استجابة وفي حاجة اسمها إيمان استجيب وبعدين اتكلمني عن الإيمان الإيمان في قلب كلنا مؤمنين بالله كلنا وحد الله كلنا بقول له صلى على الحبيب كل عليه الصلاة والسلام إنما إحنا بنؤمن بالله وما بنستجيبش لي وبنصلى على النبي وما بنستسلمش لي عرفت المشكلة ففضلنا من الآية دي صلى على النبي يا أيها الذين أمانوا صلى عليه وسلموا تسليمة فافتكرنا إن احنا نصلى على النبي وانسينا نسلم للنبي والآية فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي إحنا كلنا أمنا بالله إنما نسينا إلا من رحم ربك إلا من رحم ربك ده الاستثناء كلنا أمنا بالله إنما نسينا نستجيب لله يا جماعة لما تصلوا على رسول الله سلموا لرسول الله ولما تؤمنوا بالله استجيبوا لله ساعتها حتأتيك الشفاعة من رسول الله وتأتيك الإجابة من الله شكرا شكرا